كعكلة ايد بالحليب ومقرمش بدون زبدة او سمنة طريقة ولا اسهالكو راح نحتاج الو خمس اكواب من لطحين راح ننزلهم معهم نصف كاس من النشا مع معلقة صغيرة من الهيل وظرف بيكينج بودر راح نمنخلهم بعدين راح نحركهم بالمعلقة مع بعض شوي ونحطهم على جنب هسه في اناء ثاني راح نحتاج كوب ونص من السكر البودرة رشة ملحش صغيرة مع ظرف فانيلا صغير راح نمنخلهم وننزل بعدها فوقهم كوب واحد من الزيت النباتي وكوب من الحليب البارد وحبة بيض وحده هسه راح نخفق المكونات مع بعض بعدها راح ننزل فوقهم المكونات الناشفة ونخفق ننزل المكونات الناشفة بالتدريج ونخفق اخر اشي مننزلهم كلهم ومنع جنهم بيدنا منيح ممكن تزيدوا شوي تطحين عشان يصير معنا القوام مثل هيك هسه عشان التشكيل راح نفردها على الطاولة بهاي الطريقة بعدين بيدنا راح نلفها ونحطها بصنية الفرن لتخلص معنا الكمية كاملة منفوتها على الفرن 20 دقيقة درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت ومنقدمها والف ألف صحاوهنا